متوقع إن شاء الله أن يكون الاكتتاب ناجح جدا أنا أود أن أشير أو أوضح نقطة مهمة فيما يتعلق بالاكتتابات الاكتتابات في المملكة تقريبا تنقسم إلى ثلاث أنواع النوع الأول الذي هي الاكتتابات بالسعر السهم الإسمي اللي هو العشر ريال وهذه كثير منها شركات تكون هناك رقبة من المنظم للقطاع لأن يساهم المواطن السعودي في ملكية بعض هذه الرخص أو الامتيازات التي تعطى لشركات القطاع الخاص هناك الاكتتابات الأخرى التي تتطلب نوع من اللي نسميحنا علاوة إصدار وهذه تحدد بطريقة أو آلية معينة بعرضها على شركات استثمار كأكتاب أو بوك بيلدينج ومن ثم تطرح للمواطنين وعادة تتم تحت مراجعات وموافقة هيئة سوق المال أما النوع الثالث فهو يتعلق بزيادة رأس المال كرائتس إشو وهذا أيضا يحدد سعر السهم ويطرح فقط لمساهمي الشركة المسجلين في سجلات الشركة عند أو في يوم انعقاد الجمعية العمومية التي تقر زيادة رأس المال من وجهة نظرك سيد عيد توقيت طرح الاكتتاب بالنسبة لإسمنت الشمالية جاء أيضا مع ترقب المستثمرين لتوزيعات ممكنة من بعض الشركات هذا نوع آخر ربما يضاف من السيولة بالنسبة للسوق والمستثمرين عملية التوقيت كيف تنظرون إليها؟ هل كان من الأفضل ربما تأجيل مثل هذا الطرح لتحقيق تغطية جيدة وعالية ما بعد إعلان النتائج والتوزيعات؟ الحقيقة التوقيت ما له أي يعني زي ما شرحت ذلك العملية هذه ستكون بالقيمة الإسمية التي هي عشر ريال فالتوقيت هنا الحقيقة يعني ما له ما أعتقد سيكون له أي تأثير بل بالعكس تواكب الطرح بصدور أو الإعلان عن ميزانية المملكة التي ظهرت بحجم أو بمستوى تاريخي مقارنة بجميع السنوات الماضية وهذا يدل على أن هناك الكثير من المصروفات في خطاع الإنشاءات بصفة عامة كمقارنة بسيطة إذا قارنت المبلغ المخصص للإنشاءات في ميزانية 2013 بحدود 285 مليار هذا يعاد الميزانية المملكة عام 2004 كإجمالي فالتوقيت جيد الطرح يتم بقيمة إسمية القطاع قطاع جيد وواعد فجميع المعطيات تشير إلى أن التقطية ستكون ناجحة والتقطية الحقيقة ليس مهمة هي التقطية لما تتغطى مرة وحدة هذا كافي فإذا تغطت مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات لا يعني أي شيء سوى أن المواطنين أو المستثمرين متعطشين للإستثمار في الشركة هذا هو أول اكتتاب في السوق السعودي بـ 2013 أساس عيد وقطاع الإسمنت السعودي اليوم يتوسع في سوق الأسهم قطاع الإسمنت هو أيضا قطاع استثماري ودفاعي نوعا ما بالنسبة للمستثمرين هل تتوقع بأن السوق يستوعب مزيد من الطرحات خلال الفترة القادمة؟ حاجة السوق تقريبا في الوقت الحالي أو طاقة الانتاجية حوالي 53 مليون طن في السنة المتوقع أن تصل في حدود 70 مليون طن في السنة خلال الأربع سنوات القادمة أربع أو خمس سنوات القادمة فإذا أخذنا هذا المؤشر نرى أنه نعم السوق يستوعب بعض الزيادات ولكن المهم في الموضوع أن يكون تواجد هذه الشركات في المناطق الغير مقطة من قبل الشركات الحالية والتي أيضا مخطط لها مشاريع سواء حكومية أو مشاريع من القطاع الخاص هل ممكن نعطي توقعات ربما لنتائج أخبار شركات الإسمنت خصوصا مع هذه المنافسة الكبيرة هو سوق واعد وكبير وكثير من الشركات تنشط في قطاع الإسمنت خصوصا مع افتتاح خطوط إنتاج كبيرة هل من توقعات معينة بالنسبة لنتائج الشركات الإسمنت خلال الفترة القادمة والله المتوقع أن يحدث نمو في هذا القطاع زي ما أشرت إلى أن الطاقة ستصل إلى 70 مليون في السنة هذه بحد ذاتها تتكلمين عن حوالي 80% نمو في خلال 5 سنوات قادمة أيضا مهم في شركات الإسمنت أخذ كل شركة على حدة ودراسة النواحي الإيجابية فيها لأن الشركات لا تتساوى إذا تتحدثين عن شركة إسمنت الشمال أو المنطقة الشمالية تتميز بوجود في منطقة أو في موقع جغرافي جيد يمكنها من الوصول لأسواق أخرى غير الأسواق المحلية بالإضافة إلى أن هناك مشاريع تنموية كبيرة يعني عندنا مثلا مدينة وعد الشمال هي واحدة من أكبر المدن المتوقع إنشاءها في المملكة العربية السعودية والتي أعدت أو ذكرت أن هناك ميزانية مبدئية للبنى التحتية في حدود 26 مليار هذا بحد ذاتها يعطي شركة إسمنت المنطقة الشمالية نوع من التميز لتلبية الاحتياجات في تلك المنطقة نعم سيد